مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المجري إحنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم إن إحنا كل المواضيع اللي هي تهم كورة القدم أو الرياضة المصرية إحنا هنتكلم فيها وهنتكلم فيها بصراحة زي ما قلت لكم قبل كده أنا اللي أبحب ألف ولا أدور دغري النهاردة إحنا معنا ضيف وضيف كبير قوي سجل حروفه من دهب على جدران الكرة المصرية بصفة عامة وهو لاعب هتقول عنه زي ما أنت عايز تقول راجل مدافع راجل بصير راجل بيصنع أهداف أهدافه زي البلسة مسح أي فرود موجود معاه بيستغلوا بيسجل منه أهداف فالنهاردة إحنا هنتكلم عن نجمنا بس قبل ما أتكلم عن نجمنا عندنا نقطة مهمة جدا والنقطة اللي هي إحنا عندنا مشكلة في الرياضة المصرية أو في الكرة المصرية بمعنى صح المشكلة سببها إن إحنا ما بنشتغلش صح يعني إحنا عندنا في مصر دلوقتي تقول فوق الألفين تلات تلاف أكاديمية أكاديمية بقت بيزنس بقت بيزنس أه فين المسؤولين عن انتحاد الكرة فين المسؤولين عن وزارة الشباب ورياضة اللي هما بيقولوا إحنا فتحنا مراكز شباب طيب الأكاديمية دي بتعمل إيه؟ الأكاديمية دي المفروض يبقى فيها ناس متخصصة ناس مرسة ودرسة في نفس الوقت لأن انت بتعلم أساسيات كرة القدم لطفل لسه سنه 8 سنين أو 9 سنين وللعلم بس عشان يبقوا كلكوا عارفين والناس كلها عارفة إنها فيش مسابقات تحت 14 سنة ولا 15 سنة على مستوى العالم كله ولا 12 سنة زي ما بنسمع هتقول لي ليه؟ لأن دي علمياً غلط بتحمل الناشئ الصغير أو الطفل الصغير فوق طاقته لأن النمو الجثماني بتاعته هكلمكم بقى من جانب العلمي النمو الجثماني بتاعته سواء العضلي أو العظمي أو التكوين الجثماني أو الأجهزة في جسمه كلها لسه مكتملتش فما قدرش يعمل له بطولات ويخش فيه مسابقات عشان دي هتضغط عليه فبالتالي دي هتأثر على النمو الجثماني بتاعه لأن إحنا بنقول وإنتوا كلكوا عارفين الأجيال اللي فاتت دي كلها قد كده ما بشوفش واحد فيها بسم الله ما شاء الله ليه؟ لأن إحنا كلنا والأعوز بالكلمة إحنا أو أنا بمعنى صح إحنا كلنا وإحنا بنلعب كرة زمان كان فيه حاجة اسمها لعبنا في الناشئين الناشئين دي تأسسنا ولما كان بيجي حد من برع علينا بتبص تلاقيه بياخد وقت عشان يتأقلم مش يتأقلم علينا كلعبين لا كان يتأقلم علينا في التمرين وفي الماتشات وفي الجاري وفي المجهود البدن اللي كان بيعمله فدلوقتي فيه أكاديميات كل واحد عنده حتة أرض صغيرة كده خمسة متر يمعاملها أكاديمية يقولك أكاديمية فلان أكاديمية فلان ويسمي ريال مادريد وبرشلونة وليوفينتس وكل زي ما أنتوا عايزين الأسامي اللي أنتوا عارفينها طب بيدوا إيه للولاد الصغيرين هل بيعلموا إزاي يباص الكرة استلام وتسليم هل بيعلموا لا ده بيدوا لولاد الصغيرين وأنا شفتها قدام عناية بيدوا لولاد الصغيرين حملة حملة على العضلات زي كان النمو الجسماني بتاعه لسه ما كتملش إنزاي تدي له أحمال الأحمال دي بقى للمرحلة السنية الكبيرة حتى لما بيوصل لـ 15 سنة الأحمال بيتاخد بجزئيات معينة ما بيديش مرة واحدة أحمال لأن برضو لحد 18 سنة النمو الجسماني بيبدأ يتكون بالنسبة للشباب أو للناشئ فإحنا عندنا لا إحنا ما فيش حاجة خالص إحنا عندنا عليك إحنا مراكز شباب وعملناها بأحدث ما يكون والناس بتدفع فيها فلوس عشان ولادها عشان ولاد الصغيرين كلهم وتسأل لأي ولاد صغيرين أنا عايز ألعب كرة فتقص تلاقي إيه أكاديميات تعرف الأكاديميات دلوقتي بيتعاملة زي إيه بقت أوحش وأغلى من الدروس الخصوصية اللي كنتها بتتاخد دلوقتي الدروس الخصوصية قلت بنسبة 90% دلوقتي الأكاديميات حلت محل الدروس الخصوصية أوليها الأمور كلهم عايزين ولادهم محمد صلاح آه يا ريت وكل الناشئين وصغيرين محمد صلاح بس فيه أساس فيه علم بنمشي عليه في ألمانيا الناس لما بتتكلم بقى بتشوف يعني إحنا مثلا عندنا في مصر قبل ألمانيا إحنا عندنا في مصر قعدنا حوالي أربع سنين نعاني عدم وجود راس حربة هل حد يفكر من الأندية إن طلع من ناشئين يشوف أنا عندي أنا نقص عندي راس حربة هل فكر في الناشئة؟ لا أندية كلامة المشترية على طول جاهز من إفريقيا هات راس حربة من فلان وهات راس حربة من الدولة دي وهات راس حربة من هنا ومن هنا ومن هنا لما يجي منتخب مصر يلعب بالرأس الحربة ده بيلعب وهيمشي مش هيمثلك في المنتخب القوم بتاعت لا هيروح يمثل المنتخب القوم بتاعه هو فبالتالي أنت جاي هنا بتدربه بتجهزه لبلده طب فين عندك راس الحربة؟ إحنا بالصدفة طلع بعد أربع سنين أو خمس سنين طلع مصطفى محمد يعني بالصدفة بالصدفة هو محمد شريف وفي نفس الوقت بيجي منتخب نقولك أنا بلعبش بالرأس حربة لا إحنا عندنا عندنا أماكن كتيرة جدا نقص عندنا عندنا الطرفين الشمال واليمين البكات عندنا استوبارات نقص يا جماعة نازم يشغل صح في ألمانيا ناس بتخطط على مدار 20 سنة أو 15 سنة أو 10 سنين لما المندرب بيجي يمسك المنتخب بيقعد حوالي معهم زي ألمانيا لوف قاعد حوالي 10 سنين أو 12 سنة بيشوف إن نواقص ويكلم الأندية بفيه اتصال بينه وبين الأندية أنا محتاج من عندك مثلا باكرايت أنا محتاج من عندك للأندية باكليفت محتاج واحد ستوبر محتاج واحد بلاي ميكر في نص الملعب محتاج رأس حربة محتاج اتنين اللي هم بيكملوا لقدام هل ده بيحصل ما بيحصلش المفروض المفروض اللي يحس بالكلام ده اتحاد المصر والقوية القدم يبقى فيه تنسيق مع الأندية بقول لهم يا جماعة يا جماعة الخير إحنا بنتكلم بالراحة وبيدوق وبنيجي في البطولات بندور على لعبة بيش لقيين لعبة أو لعبين بيلعب بيصاب بيقعد بيتطر وحصل في الأمة أفريقية الأخيرة الباكليفت اتعور جبنا واحد حطناها طب ليه إحنا مروحش جاهزين ليه إحنا مروحش نبقى معنا بدل ثلاث باكات الاستوبر معنا اربعة خمسة رأس حربة بعدنا اتنين تلاتة لأن أفريقيا كلها الديفنس بتاعها بسم الله ما شاء الله حاجة عماليقة كلها فمحتاج أنك تدرب على أي ولد من الولاد السوهرين إزاي يبقى رأس حربة إزاي يتحرك إزاي يستلم إزاي يغير الاتجاه بتاعه ويعمل الريترن وروح الجول هل الكلامنا ما بيحصلش إحنا بس فلحين في الكلام اتحاد الكرة ده المفروض عنده شغل هل في لجنة فنية في اتحاد الكرة أشك مفيش مدير فن الاتحاد الكرة إحنا جبنا كان فيه الدكتور محمود سعد وكان ماشي كويس وحاربنا ومشينا جب عاديه في إنجادة عمل إيه في إنجادة راح اتعاقد مع أفكروش وجابه عشان يمسك المتاخب واللي اتنين ماشيوا إحنا مشيرين كده أقول لكم إيه بالبركة يريد بالبركة إحنا ماشيين كده كل واحد في دماغه أي حاجة بيعملها يا جماعة لازم نخطط لازم نعرف إحنا راحين فين وجيين من إين لازم بقى فيه تنسيق بين الأندية وبين اتحاد الكرة لازم بقى فيه تنسيق بين مراكز الشباب وبين الأندية مراكز الشباب دي لازم بقى فيها تخصصات نقول لي ده هيلعب هاندبول ده المركز شباب ده طايرة ده تنس ده بيش عارف إيه هل الكلام ده بيحصل ما بيحصلش إمتى هنفكر في الكلام ده أشك لإن كل واحد وإحنا شافين السحرة دي عاملة إزاي والمشاكل اللي عليها عاملة إزاي وكل واحد بيهب كل ما نهب أنا بتفرج على برامة جنوضية فيه ناس ما لبستش شرط تتكلم في الكرة مين سمح لها بكده مين لقى لها تتكلم في الكرة وبتكلمهم في فنيات عارف لو تكلم في عمومي هقولك آه إنما ده بتكلم فيه فنيات ويقاوح مع الضيوف اللي جايبهم أجاب النجمين كبار كرة أنا معرفش هم يبلغ لنفسهم إزاي يعودوا مع هذا الشخص ويتكلموا معاه بيتكلمهم بفنيات وبيقطحهم مين اللي بيقول كده مين الناشئ الصغير بتفرج علينا هيفهم إزاي الغلط من الصح كلام كله بيتقال في البرامج اللي دي غلط في غلط في غلط وكل واحد عايز اللي بيقوله بيقوله واللي عايز بيلبسه بيلبس أي لبس أي لبس أنا معرفش فين المنظومة فين المنظومة الإعلامية حتى المنظومة الإعلامية الرئيضية دي المفروض ناس متخصصة دلوقت عندنا حوالي يجي سبع برامج تامن برامج كلهم بطلعوا في وقت واحد قول للناس الأولاد اللي صغيرين هتطرقوا هتطرقوا على مين ولا هيتكلم علي ولا هيقول إيه عشان كده الأكاديميات اللي موجودة في مصر أنا بقول لازل تبقى نظرة من بقى فيه تنسيق بين الاتحاد الكرة وبين الأندية وبين مراكز الشباب ووزارة الشباب وانت عاملين مراكز الشباب دي عشان عشان ناخد منها فلوس خلاص قولوا احنا عاملين مراكز الشباب دي عشان الأولاد يروح يمرسوا فيها أي حاجة فيه مراكز الشباب المفروض المفروض وانا بقولي الكلامة باش هعلم الناس اللجنة الأولمبية المصرية فيه من الكلام ده فيه ملكوت تاني بيدوروا على السفريات وهديكم مسأل صغير انتوا خلتوني بقى انتوا فتحتوني هتكلم في كلام يعني بعثة طلعة بعثة من البعثات كانت طلعة انا ما سمعت الكلام ده انا جننت بصراحة بعثة طلع عشان تمثل مصر في لعبة ما مش عاوزة اجيب قسامة بس بعد كده هقول لقسامة وهقول مين اللي عمل الكلام ده بيطلع اربع لعبين اربع لعبين بيطلعوا صوروا اللجنة الأولمبية المصرية ومطلع جواب جواب تطلع لعيب واحد ومعه خمس اداريين ده يردي مين ده يردي مين ده بش اهضار ملعام مين اللي هيحاسب اللجنة الأولمبية المصرية مين اللي هيحاسب اتحاد الكورة مين اللي هيحاسب على مراكز الشباب عشان كده الاكاديميات دي طلعة الناس بتكسب من ورها دهب بيقول لكم كده ويمكن أولياء الأولى ما تسمعونا هيعرفوا الكلام ده أنا بقول ايه في ناس بتطلع في الشهر ألفين جنيه وثلاث تلاف جنيه واربع تلاف جنيه عايزين أكتر من كده ايه ولادهم استفادوا ايه بيطلع بيوصل المرحلة السنية المعينة اللي هي مثلا ان يوصل اه اتناشر او تلاتاشر سنة لا يفقه شيء بالمرة عن كرة القدم ليعرف ازاي باصي والمشكلة ان أولياء الأمور بمقتنعين ولادهم ده ميس وده مرادونا وده محمد صراح وده بنزيمة وده 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 كلام ده يا جماعة ما ينفعش قبل ما تروحوا أكاديمية عرفوا لازم بقى فيها ناس متخصصين لازم هقول لكم لازم بقى فيها مضربين أجانب عشان يأسس الطفل الصغير دوت او الناشئ الصغير ازاي مبادئ كرة القدم في التسليم والتسلم وازاي يوقف وازاي يتحرك وازاي يستلم وازاي يلف كل الحاجات دي كلها الحاجات دي بيوجيش من فراغ